يقول من ولاية أم البواقي يقول بعد التحية والتقدير هذه القضية من ولاية أم البواقي أنا إنسان متقدم في السن ولدي زوجة توفيت ولي أطفال في السن رشد منهم واحد عازم وبعد فترة من الوقت لم نستطع العيش في هذه الظروف ورفض الطفل الزواج أثر علي الأمر أن أتزوج بإمرأة في نفس السن وكانت صديقة المرحومة وصديقة منذ مدة طويلة ولديها ابنتان في سن الرشد من بعد الزواج تعرض الأطفال إلى سوء التفاهم أولادي وأولادها إلى سوء التفاهم في عدة مواضع من الحياة الدنيا لهذه الأسباب إذ طرنا الأمر بعد تفكير كبير لتسوية الإختلافات وصل بنا الأمر لاتخاذ قرار أن كل واحد منا يأخذ أولاده هو يرجع إلى حياته قبل الزواج وهكذا توجهنا إلى العدالة وقمنا بفسق العقد الإداري حتى القاضية بعد أن نظرت إلى المهن والمستوى الثقافي لم تطرح علينا أي سؤال وقدمت لنا السجل للإمضاع بعد فترة من الزمن لدي أصدقاء منهم إمام سألني هل أنت طلقت هذه المرأة جاهراً ثلاث مرات قلت له لا هل هذه المرأة طلبت منك أن تطلقها قلت له لا فقال هذه المرأة ليست مطلقة وهي زوجتك لليوم وشرع الله يختلف على العقد الإداري ويجب عليك أن تردها أو تطلقها بحضور وليها سيد الشيخ المحترم أتوجه إليك للفصل في هذه القضية طبقاً لشرع الله يعني أنت يا قل لي اتفقت معها أن تروحوا للمحكمة وش كانت نيتك أكواريحين للمحكمة وش كانت نيتك الطلاق ويا وش كانت نيتها نيتها الطلاق ولكن الطلاق لا يقعوا بالنية ها شفت الإمام تعالي الجامعة وش قال لك أنت يا إحنا على بلنا بل يروح للمحكمة بنية الطلاق وهي جات معك بنية طلب الطلاق يعني طلاق بالترادي ولكن أنت لم تطلق وهي لم تطلب الطلاق وصلت للمحكمة أعطاه لكم ورقة أمضيتوها أنت أمضيت وهي أمضت هل الإمضاء يقوم مقام التصريح رأي شبهة كبيرة ما لأنت يا باش تخرج قاع من الشبهات طلقها بالكلام ماذا من تناوي أن تطلق ومن تافقين على الطلاق وحياتكم ولد سودى ولدكم ما تفهموش وصبت بلي لازم تنفاصله خلاص أرفع هذه الشبهات بالعمل الواضح الصريح هذا الذي أقول لك كاين تفاصيل في هذه المسألة كثيرة ومذاهب لا يكفي وقت الحصة وقت الحصة يكفي افعل ما قال لك الإمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته